طيب بعد الفيديو اللي حكينا فيه مبارك عن المحركات الصغيرة اللي برفض اغلب الفنيين انهم يلفوها اليوم اجاني محرك انا صغير جدا مع جير بوكس بهذا الشكل طبعا زبون بحكي لي ما في منه جديد وما في منه في البلد وحكالي لفيت اغلب الورش للف ما حدا رضي يلفوه المشكلة وين المشكلة انه هذا المطور او المحرك بشتر على بوبين دي سي يعني على فحمات مش محرك عادي هذا هو البوبين تبعه طبعا انا صرت مصلح منه مرتين او ثلاث هذا تصليح صراحة ما لفيت منه فبدي اشوف احاول انه الف منه طبعا هم ودي عند واحد باقي منكسر الشناغل اللي على الكولكتور ولاحمه قصدير طبعا ما بينفع هذا الكلام انه لحمه قصدير بيجيب هذا الشكل هون هذا هو حجمه زي ما انتو شايفين فبدنا نشوف انا طلبت منه انه جيب لي محرك ثاني لانه قال لي عندي منه كثير فعلى اساس انه نبدل البوبين ونشوف اذا بنستصلح بوبين ثاني له شناغل يكون فاذا انا لفيته طبعا راح اصوره وارجيكم اياه باذن الله هذا اللي بحكي فيه يا اخواني طبعا هذا ما في منه في البلد والزلم ما بده يعطل الماكنة اللي عنده او الماكنات اللي عنده بسبب هذا البوبين الصغير فزلم المستعد يدفع ايش ما بدك انت بتقدر تطلب عليه ايش ما بدك ازبون بوافق او ما بوافق وحر اذا ما وافق بريحك اصلا اذا وافق انت بتستفيد خليه يخذ منك نهار شغل او نهار ونص ما عندك مشكلة اه لكن هذا بجيب لك شهرة انه ما حدا في البلد لفه انت الوحيد اللي لفيته اه وبعمل لك دعاي هذا اللي بحكي فيه انا يا اخواني مع انه غلبي شغله صح ومتعب لكن فيه فايدة وفيه شهرة وفيه مردود ما بحكي انه ما فيه مردود فيه مردود لانه ما فيه تكلفة هو راح يخذ منك وقت شوية وغلبة لكن فيه مردود كويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته